على طول قال هذا القول في إنجيل يحن صحاح 8 آية 12 أنا هو نور العالم والقصة اللي بتيجي بعديها قصة المولود أعمى كانوا التلميذ ماشيين جنب منطقة الهيكل وسألوا يسوع يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار يعني واتكلم عن أنهو النور مرة أخرى ما دام النور فسيروا في النور هذا المولود أعمى شو عمل؟ خلق له عينين جديدة تفل وصنع من التفل طين وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب طبعا شايفين البلد السلوام اذهب واغتسل في بركة سلوام وفعلا لما ذهب رجع بصير يعني صار يشوف هذه القصة طبعا بتعبر عن قدرة المسيح عن حنان المسيح عن سلطان المسيح وبتظهر زاوية كتير كتير حلوة أنه المسيح هو الخالق خلق عينين جديدة لهذا المولود أعمى القصة بتستمر أنه الجيران شكوا في هويته عرفوا أنهو هذا المولود أهله عرفوا أنهو هذا المولود أعمى وأتى بصير استجواب الفرسيين مع المولود أعمى قال لهم كنت أعمى والآن أبصر النتيجة أنه المتدينين مكتوب أخرجوه إلى خارجا لكن المسيح وجده وأدخله من الباب إلى المرعة الجيد لأن المسيح قال أنا هو الباب أليس عجبا أنه هذه المعجزة حتى الأعمى والناس قالوا لم نرى معجزة أو آية مثل هذا قد حتى الأعمى قال منذ الدهر لم نسمع عن معجزة مثل هذه المعجزة لكن للأسف أحب مجد الناس أكثر من مجد الله أحب الظلمة أكثر من النور لأنه من الأصل كانت أعمالهم شريرة هذا هو عمل المسيح أحبائي رد البصر والبصيرة في آن واحد ترجمة نانسي قنقر